فلما نيجي بقى نرجع على مصر مصر اللي حصل يوم لتنين نفس المشهد يعني تدعيات اللي حصل في العالم حصل عندنا البرصة فتحت في حالة عدم استقرار وتخوفات وابتدى يحصل نوع من البيع الكبير وانخفاض الأسهم صاحب هذا الموضوع زي كل اللي حصل في دول العالم والأسواق النشأة في حركة بعض الخروج للأموال ما يطلق عليها الأموال الساخنة من اللي كانت موجودة زي ما حصل برضو في كل العالم ولكن الحقيقة وده اللي أنا بأكده عشان يعني نوضح هذا الأمر لأنه حتكلم بعد كده على بعض الكلام اللي تقال وبعض الإشاعات اللي أثيرت تم التعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الاحترافية وهنا أنا بأكد على هذا الموضوع اللي تم التعامل فيه من البنك المركزي واللي بيأكد ان احنا ملتزمين بان يعني حيكون هناك سعر صرف مرن وان الدولة لا تتدخل عشان ما يبقاش فيه يعني تبعيات بعد كده سلبية نعاني منها فده اللي حصل ببساطة شديدة الأموال اللي خرجت تم اتحتها من السوق ومن السيولة الموجودة بعيدا تماما عن الاحتياطيات الخاصة بالمنك المركزي فبالتالي تبقى للعرض والطلب اللي الرقم زاد واحنا ما عندناش اي تخوف من هذا الموضوع فحصلت بعض الزيادات اللي موجودة حصلت في سعر صرف الدولار طب الكلام ده حصل في كل الأسواق النشأة حصل حضراتكم راجعوا شوفوا حصلت في العملات النشأة عدد كبير من الدول زادت بنسب الدولار زادت بنسب معينة نتيجة لهذا الكلام فاحنا اللي حصل عندنا هو نفس الكلام بطريقة بسيطة جدا وبزيادة بسيطة جدا انا بقولها لان احنا زي ما بقول لحضراتكم عينينا على المشهد بصورة واضحة بندير بطريقة معينة تؤمن الاقتصاد المصري ومصادر العملة الأجنبية فهو ده اللي حصلت بالضبط عملنا هذا الكلام الفلوس اللي طلبت انها تخرج خرجت بس بالسعر العالي فده عشان ما يحصلش مشكلة زي اللي كانت حصلت في السابق وخبراء اقتصاديين كتير او يتكلموا على هذا الموضوع وبالتالي هذا الموضوع بعيدا تماما عن استقرار المصادر العملة المصرية وده اللي انا بأكد عليه مصادر العملة الأجنبية جوه مصر بعيدا تماما عن احتياطيات البنك المركزي وكل الكلام ده ده انا بقوله ليه لان مجرد هذه زيادة طفيفة بتادي ترجع تاني الاشعاعات ده الدولار حيرجع يزيد تاني والجنيه حيبدأ يفقد تاني ارقام وحنبدأ نشوف ارتفاعات كبيرة وكل ده كلام غير صحيح